كل سنة وحضراتكم طيبين ساعات قليلة بتفصلنا عن أول أيام شهر رمضان المبارك شهر الخير وشهر المحبة والمغفرة شهر الفضائل مع بداية هذا الشهر الكريم دايماً بتواجهنا بعض الإشكاليات في مسألة الفتاوى الرمضانية عندنا مثلاً أسئلة بتطلع في هذا الموسم يعني يقولك ما هي الموانع اللي المفروض منصومش بسببها تبدأ الأسئلة بقى إيه هو مثلاً الصفر اللي يبيح الإفطار إيه هو الفطار الخاص لو أنت مريض سكر هل يجوز ليك أنك تفطر ولا ما تفطرش لو أكلت أو شربت وانت ناسي هل دا يستمر في الصيام ولا ما يستمرش في الحقيقة فيه موسم كده أو فيه مجموعة من الأسئلة والفتاوى المتعلقة دايماً بشهر رمضان بنحب نوضحها لحضراتكم نحن النهار دا حنستعرض مع حضراتكم أحكام وفتاوى كتير دايماً بتقول مطار تساؤلات في أيام الشهر الفضيل منرحب بضفنا الدكتور أحمد المشد عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية اللي منوارنا النهاردة في صباح الخير يا مصر أهلاً وسهلاً بحركة دكتور بنساعد بوجود حضرتك ربني أبرك في حضراتكم أهلاً وسهلاً كل سلام حركة بألف ساحة وخير يا مصر وحضراتكم أستاذا مشاهدين بألف خير وسلام يا رب العالمين اللهم أمين بدايةً دكتور يعني إحنا بنسمع غرائب وبنسمع عجائب من الأسئلة ساعات وطبعاً إحنا مباح أن إحنا كل الناس أي حاجة تيجي في مخاه تسأل وتعرف وتتعرف على دينا أكتر لكن في بعض الأوقات بتبقى في أسئلة كده شديدة الغرابة وشديدة العجب في الفتاوى اللي بتتقال في شهر رمضان من أشخاص غير مؤهدين للفتوى فتاوى إلكترونية بقى كده بتوزع مجاناً على موقع التواصل الاجتماعي كل واحد عنده هوا لحاجة يطلع بها فتوى منه الناس إزاي كيف يتم التعامل معها وفعلاً إيه أغرب الحاجات اللي بنسمع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن علاها بعد هو خلينا في البداية نقول أن دلوقت ومع التطور التكنولوجي الموجود الوصول للفتوى الموسوقة ما بقاش حاجة صعبة يعني إحنا كنا نفهم إن صحيح ممكن الناس تبقى يعني عندها عزر معزورة يعني إن هي مش عارفة تجيب الفتوى منين أو صعبة عليها إن هي تروح تسأل في مكان بشكل مباشر لكن دلوقت الحمد لله والله رب العالمين باقت وسائل الحصول على الفتوى من مصادرها الموسوقة بقى أمر سهل وميسور الحمد لله والله رب العالمين يعني عندنا في الأظهر الشريف مركز الأظهر العالمي للفتوى الإلكترونية في شهر رمضان الكريم إن شاء الله رب العالمين إحنا شغالين على مدار 12 ساعة من الساعة 9 صباحا لغاية الساعة 9 مساءا يعني علشان نشوف أسئلة الناس طبعا زي ما حدقت فضلت رمضان موسم مهم من المواسم اللي بتكثر فيها الأسئلة عن الصيام وبتكثر فيها الأسئلة عن المسائل اللي بتخص الدين بشكل عام يعني فالناس موجودة المفتين قاعدين ما شاء الله رب العالمين يعني قاعدين طول 12 ساعة مستعدين لتلقية صلاة وإزاي بقى الناس تصلنا بوسائل كتير قوي ومتاحة في إيدين كل الناس فإحنا مش منتظرين يعني إن الناس تدخل تشوف بقى معلومة غير موسوقة أو مصدر غير صحيح أو حاجة فيها أخطاء لا المفتين بنفسهم متخصصين في الفتوى قاعدين مستعدين لتلقي أسئلة الجمهور والرد عليها إما من خلال الاتصالات التليفونية الهاتفية يعني على رقم 19-906 1-9-9-0-6 على مدار 12 ساعة طول شهر رمضان من 9 صباحا لتسعة مساء السادة المفتين قاعدين بيتلقي المكالمات 1-9-9-0-6 بالضبط 1-9-9-0-6 ومن خلال بقى وسائل التواصل الاجتماعي من خلال مسينجر رسائل المسينجر على الفيسبوك والمناسبة رسائل المسينجر على مدار 24 ساعة السادة المفتين بيتلقوا الاتصالات ويردوا عليها على مدار 24 ساعة ممكن أي حد يكتب بس مركز الأظهر العالمي على جوجل أو على فيسبوك بالضبط ويبعدين يدخل إبعت الرسالة بتاعته الاستفسار بتاعه وتم الرد عليه في وقت قصير جدا طيب عشان نستغل الموضوع وحضرتك معنا ومعنا مجموعة كبيرة جدا من الأسئلة أول سؤالها لو نسيت أني في رمضان وفي صيام ورحت أكلت وشربت هل صيام يجائز؟ النسيان الأكل والشرب ناسيا لا يفسد الصيام يعني هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حد كده قاله أنه أكل وهو ناسي فقال له رسول الله السلام إنما أطعمك الله وسقاك يبقى طالما أكل أو شرب ناسي فلا لا يفطر لا يفسد الصيام إنما مجرد ما يتذكر يقلع تماما مش يقول بقى يعني أنا كنت ما يكملهاش يبلع بالضبط مجرد ما يتذكر أنه صايم وأنه في صيام يقلع عن الطعام وده لا يفسد الصيام فالأكل أو الشرب ناسيا من الأمور التي لا تبطل الصيام ولكن بمجرد أنه يفهم أنه يتذكر أنه صايم فيقلع فورا عن الأكل أو الشرب أكيد طيب فتاوة النساء بتبقى لها خصوصيات كتير كده بالذات في رمضان خلينا نحاول نقرب أكتر من كتير من الأسئلة اللي بتبقى دايرة في ذهن السيدات يعني معروف أن القرآن لا يمس إلا المطهرون لكن في بعض الأحوال كثير مننا بتبقى بالسيدات يعني بصفة عامة بتبقى حبة أنها تحافظ على أنها تقدر تختم القرآن لو أتيح لها أكتر من مرة كمان في رمضان وطبعا في أيام محددة في الشهر هي مش بيبقى متاح لها أنها تبقى مسكة في أديها المصحف ما مدى جواز أنها تبقى مسكة من تليفون من آيباد من أين كان الوسيلة ده يخلينا ناخد شكل تاني للسؤال أنه البعض بيشوف أنه لو هو مش متوضي يقدر يقرأ القرآن عادي مثلا من خلال أي وسيلة من وسائل الإلكترونية نعم هو خلينا الشق الأول من السؤال عندنا حاجتين في السؤال ده اللي هو مسك المصحف مس المصحف يعني والحاجة التانية اللي هو قراءة القرآن من غير مس المصحف مس المصحف للمرأة اللي عندها عوزة الشرعي مثلا الحائض مثلا بنقول أن هي علشان ممنوع أو من غير الجائز أن هي تمثل المصحف مباشرة فتمثل المصحف بحائل أنه هو ممكن تلبس مثلا القفزات الجوانديات وبعدين تمسك المصحف عادي مسألة بقى تلاوة القرآن حتى من غير مس المصحف مسألة خلافية ما بين الفقهاء ولكن المختار للفتوى أن المرأة طالما لها أن هي تقرأ القرآن على اعتبار أنه هو نوع من أنواع الذكر ولها أن تقرأ القرآن أو لها أن تذكر الله سبحانه وتعالى يعني حتى ولو كانت على هذا النحو من العذر المسألة الثانية بقى إذا ما تفضلت هو الواحد منك أي حد مش متوضي يمسك المصحف ويقرأ القرآن عادي برضو مسألة خلافية مسألة مسألة اكتهدية يعني مسألة ديت مسألة اكتهد فيها الفقهاء فدي مسألة برضو من المسائل الخلافية بنقول أنه من أداب تلاوة القرآن الكريم أن الإنسان لا يمسك المصحف إلا هو متوضي طب مع ظهور الآيباد والتليفون وتطبيقات إلكترونية عليها لا يوجد مشكلة أنه يقرأ القرآن من الآيباد أو من الموبايل أو مما شاء حتى لو كان ولكن يستحب لأنه من أداب تلاوة القرآن الكريم أن الإنسان يكون على طهار ولكن إذا هو عاوز يقرأ القرآن وهو ما هو متوضي له أن يفعل ذلك أكيد يعني برضو كثير من الأسئلة التي دائما تسأل العطور دخان السجاير بالنسبة للناس المحيطة يعني شخص صائم وحوالي أحد مثلا بيشرب أو بيدخن أو البخور مثلا أو ما أشبه أفنم أو البخور مثلا أو رواقح الطعام رواقح الشواء مثلا فالأمور تبقى ماشي أزاي لا هو طالما دي يعني مش متعمد أن أنا أروح مثلا أستنشق الهواء بتاع الدخان أو أن أنا أستنشق يعني البخار اللي طالع من الطعام مثلا فدي كلها من الأمور الجائزة لأن هي من الأمور المحيطة بنا يعني ما فيش فيها مشكلة أن أنا أبقى ماشي في الشارع فالشارع بقى فيه أدخنة قاعد في البيت والطعام بيسووا الطعام فالريحة طلع فدي كلها من الأمور الجائزة اللي ما فيهاش مشكلة بالنسبة للصيام طب من المريض المعفى من الصيام في شهر رمضان المبارك عندنا أمراض زي ضغط الدم ما ممكن تبقى بالنسبة لبعض الناس شيء صعب عندنا أمراض زي السكر ودي يسموها الأمراض المزمنة دول يعملوا إيه اللي يقول لنا المريض ده يناسبوا أنه هو يصوم أو ما يناسبوش أنه هو يصوم الطبيب طبعا لأنه هو المسائل دي من المسائل التي تبنى فيها الفتوى على استشارة المتخصص فهو ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريدوا الله بكم اليسر ولا يريدوا بكم العسر فهنيجي دولة زي ما حقك تفضلت فيه أمراض دلوقتي يسمى الأمراض المزمنة أو الأمراض المتوطنة أو الأمراض الشائعة اللي موجودة عند الناس فكل حد له حالته فبيجي بقى كده مع دخول الشهر الكريم يسأل الدكتور ويقول له يا دكتور حالتي تناسب أن أنا أصوم ولا الوضع إيه فالطبيب بقى يقول له ممكن بقى ينظم له المسألة طيب يقول له لا أنت حالتك يدي له جرعة الدواف بالضبط بالضبط وهكذا فاللي يقدر يفتينا في هذه المسألة هو الطبيب الطبيب إذا قال يصوم يبقى يوجب عليه أنه هو يصوم الطبيب إذا قال حالته ما تنسبش أنه يصوم يبقى له أن يأخذ بالرخصة ويفطر ويقضي في الأيام اللي ممكن يصوم فيها حالته تسمح أنه يصوم فيها أو إذا كانت حالته مرضية لا تسمح أنه يصوم على الإطلاق ففي الحالة دي هنالجأ إلى الفدية الفدية أسمها الفدية ففدياته نطعم مسكين هنطعم مسكين عن كل يوم طيب القضاء الأيام سيدات بيبقوا لسا والدين فيبقى عليهم يعني قد يكون عليهم الشهر كاملا المرضعات وطبعا إحنا نبقى عارفين خلاف الحالة الصحية ما بين المرضع في بداية الطفل لسا معتمد عليها كليا أو الأم المرضع لطفل يأكل مثلا أو تقدر تدخله أشياء مختلفة وإحنا طبعا عارفين في الأساس النية وكل واحد عارف حالة جسده يعني يستطيع أو لا يستطيع ولكن إحنا نتكلم فيه الشكل العام اللي بتبقى الحامل اللي هتعمل حقن مجهري بناء على توصية طبيب وفيه موعد محدد للعملية فهي هتفطر بعد البنج بشكل أو بآخر كلها تفاصيل صغيرة على أساسها بنقدر نحدد قضاء الأيام هل في الحالة دي بنقضي الأيام اللي علينا ولا بنطلع على الفيديا زي ما حضرنا بتقول هو يعني مسألة الحمل والإرضاع دي برضو من العذار اللي تبيح للمرأة إن هي هتفطر في أيام رمضان طيب هي لا دا مش سؤال ما نعرف هكامل السؤالة هون فهي أفطرت كانت حامل مثلا وأفطرت وبعدين هيجي عليها رمضان الجاي وهي مرضى نعم فهتبقى الحالة الصحية أو البنية الجسدية عندها ربما لا تتحمل إن هي تصوم كل أيام شهر رمضان فهتفطر بعض الأيام طيب هنعمل إيه بقى في الأيام بتاعت السنة اللي فاتت اللي أفطرتها وهي وهي حامل والأيام كمان اللي هي أفطرتها في شهر رمضان وهي مرضى دي برضو الفقهاء صنفوها كده من ضمن الأمور المتعلقة بالمرضى فبيقول طب دول بقى وضعوهم إيه وضعوهم إن هم إن شاء الله رب يعلمين زي المرضى كده اللي بيرجى شفاءهم يعني المرض بالنسبة له حالة عابرة بتاخد وقتها وبعد كده بيرجى شفاءه فبيبقى صحيح يقدر بعد كده إن هو يصوم في أي وقت فبنقول لهم برضو اللي عندهم نفس الظروف دي اللي هي كانت حامل وأفطرت وبعدين كمان جت المرضى أفطرت فنيجي نقول لهم إن شاء الله رب يعلمين يفضلوا كده الأيام دي تفكرينها لغاية ما الحالة الصحية عندهم تسمح إن هم يصوموا من غير أي إشكال ويقضوا الأيام اللي عليهم فيما هو قادم من الأيام لما حاليتهم تسمح إن شاء الله الكفار بتبقى إيه بتبقى فقط الصيام ولا الصيام والأتعال القضاء القضاء هم بيقضوا الأيام اللي كانت عليهم أما لو الحالة الصحية عندهم لا تسمح إطلاق لا تسمح إطلاقا إن هم يصوموا أي وقت من الأوقات يبقى الفدية ولكن الأساس القضاء الفدية دي مقدرة بكام مع تغير الظروف والأسعار اختلافها يعني تقدر بكام وهو بقى يعني هي أفطار مسكين المسأل فيطعامه مسكين ولكن يعني تقدر فطار لشخص مسكين أيوة في وقتنا ده يبقى بكام أنت وضميرك ولا من اللي بتاكل منه بالضبط مش مسألة أنت وضميرك بس الضمير مطلوب طبعا بس أنت وحالتك أنت وحالتك أنت بتاكل أصناف والأحمة ولا بتاكل مش عارف إيه بالضبط بالضبط هو كده هو بالشكل ده فبالتالي بيبقى التقدير بقى كده يعني ممكن إطعامه مسكين الواحد يعمل وجبة زي اللي هو بيأكلها لكنه هو بيأكل بدل ما احنا مثلا في البيت ثلاث أفراد فبنعمل حساب أربع أفراد ونطلع ونطلع الوجبة دي للمسكين ده 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 التوصيف المثالي آه أنت جبت من أكلك فعلا بالضبط ونطلع هالو طعام أو لو مثلا يعني هيستبدل ده بأنه هو هيخرج القيمة لهذا المسكين فهيشوف فهيشوف بقى ده يسوي كم ويطلعه فكل واحد على حسب المستوى المعيش اللي عايش فيه يقدر يقدر المسألة دي وكل واحد وضميره زي ما حضرتك تفضل تمام أنا عندي سؤال سيداته هي بتطبخ في البيت وبتجهز الفطار آه البعض بيدوق الأكل كده على إطار فلسانه وبعدين يتمدد آه صحيح 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 ولا مش صحيح هو ده بنعمله في إطار الضرورة يعني مش على العمال وعالبطال بقى عمالين بندوق فبنعمل ده في إطار الضرورة يعني في الضرورة وبعدين معلقتين رز وجراش حاجة وانأكد على سكر القطايف يا بتشوف الملح بس بالضبط بالضبط أما احنا شواء بقى هنشوف الملح وهنشوف الحلويات نسبة السكر فيها عاملة ازاي وهنشوف العصير وكوبيت الشاي بتأكد سكره الموضوع كده مش هيخلص فإحنا بنقول إن ده في أضيق الحدود وممنوع الابتلاع يعني هي زي ما حاجت أفضلت كده بتدوق وبعدين تخرج الحاجة اللي هي دقتها وتنضمضل وشكرا على كده فإنما لو ابتلعت حاجة من اللي هي دقتها ده يبقى ده مفسد للصيام طبعا طب واللي بيغسل سنانه بمعجون الأسنان صباحا ومتعود على حاجة زي كده ومش حاسس إن ريحة بقى قال أفضل حاجة فبيغسل سنانه هل ده يبطل؟ برغم إنهما يبلعوش هو شوف حضرتك طالما ما فيش حاجة نزلت في الجوف بس هي بتغير ريحة البقل ما فيش مشكلة مطقة دي كلها بطعم نعناع بطعم يعني هي الاستياك الاستياك ما فيهوش مشكلة يعني السواك ما فيهوش مشكلة السواك بقى البدائل بتاعته اللي موجودة إيه إنه هو بيعمل بفرشة والمعجون ده يبقى فيه ريحة مثلا بقى زي نعناع أو غيره يعني أيوه فبيغسل وبالمادة اللي دخلت بيخرجها وما فيش حاجة نزلت للجوف يبقى ما فيش إفطار ده جميل ده نضاف ده احنا نضاف ما فيش إفطار بس ده في ريحة ما فيش مشكلة ما فيش مشكلة ولكن يعني عايزين نقول ما يبقاش فيه مبالغة ما يبقاش فيه مبالغة في مسألة التنظيف لإن يعني إيه بيبقى يمكن عند بعض الناس صعب إن هم يتحرزوا عن نزول شيء في الجوف صحيح آه فيبقى الواحد بس كده يعني إيه بيغزل سنانه يعني يغير ريحة الفم أو بيغزل سنانه علشان هم متعود على تنظيف الأسنان ومور زي كده فده ما فيش أي إشكال طلعه ما فيش حاجة نزلت للجوف صحيح على أي حال يعني أسئلة كثيرة جدا ربما في بالنا وكلها فعلا حاجات يعني بديهية ومنطقية وناس فعلا بتتكلم عليها شكرا لك دكتور أحمد مشاهد دعوض مركز الأزهر العلامي لفاتوى الإلكتروني نورتنا وشرفتنا في صباح الخارج سلامة ربما يبارك في حضرنا كل عام وحضركم بخير وسلم مشاهدي شكرا لحمد